بسم الله والحمد لله صلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فهذه الكلمة ضمن برنامج تشرف عليه رئاسة الحرم المكي ضمن البرامج التوجيهية التوعوية وقد تم ذلك بناء على تنسيق من الإخوة المشرفين على البرامج التوعوية في الحرم المكي وفقهم الله ووفق الجميع لكل خير وأعاننا على كل بر وصلاح وهذه الكلمة تحت عنوان كان خلقه أي النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الحقيقة هذا العنوان عظيم لاجتماله على أمر عظيم ولكونه يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله حجة على الخلق أجمعين وأرسله رحمة للعالمين وأمر بطاعته وامتثال أمره وتصديق خبره وأن لا يعبد الله جل وعلا إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم ولأنه يتعلق بالأخلاق والأخلاق عظيمة وهي أصل في الدين بل أصل في كل رسالة أرسلها الله جل وعلا إلى خلقه وفي كل كتاب أنزله الله على خلقه وفي كل شريعة شرعها الله لعباده كان خلقه القرآن والقرآن أيضاً أعظم كتاب أنزله الله جل وعلا جعله هدى ورحمة وصراجاً منيراً وتبياناً لكل شيء وتفصيلاً لكل شيء ليخرج الله به من شاء من الخلق من الظلمات إلى النور أصدق الكلام وأتم الكلام وأكمل الكلام كلام الله جل وعلا ولا سيما كلامه الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم الذي هو كتاب ربنا والقرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد من عزيز حميد وحكيم حميد جل وعلا كان خلقه القرآن أي أن خلق النبي صلى الله عليه وسلم والخلق هي الطباع وهي السمات وهي السجاية وهي الصفات وهي الأحوال في التعاملات وفي الأقوال في الأفعال في الصحبة وفي العشرة وفي المعاملات وفي العبادات وفي الخلوة وفي الجلوة ومع القريب والبعيد الصديق وغير الصديق ومع الأسرة في البيت مع الزوجة ومع الأولاد إلى آخره هذه هي معنى الأخلاق خلوقه ففيه خلق وهو ما يعود على هيئة الإنسان مما خلقه الله عليه ولقد خلق الله الإنسان في أحسن تقويم فأما الأخلاق القويمة والسمات الطيبة والصفات الحسنة والخلال الحميدة فهي مندرجة في الشرع وهي مندرجة في الطلب أي طلب الأوامر واجتناب النواهي وهي مندرجة في التكليف وهي مندرجة في الإرادة الدينية الشرعية وهي مندرجة فيما بالنسبة للأخلاق الحسنة فيما يحبه الله جل وعلا ويرضاه لعباده والأخلاق السيئة أي من حيث الصفات والسمات السيئة والطباع القبيحة فهي منهي عنها تندرج في النهي تندرج فيما طلب الله جل وعلا تركه وفيما شرع الله منعه والنهي عنه فالخلق وإن كان الغالب على ذكره وعلى إطلاقه إذا أطلق الحسن فإنه قد يشمل الخلق السيئ من حيث أن معنى الخلق الصفة والسمة والطباع والأحوال التي إما جبل الإنسان عليها وإما اكتسبها وقد يجتمع فيه الجبلة والكسب الجبلة والكسب ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من الصحابة أن فيك خصلتين يحبهم الله جل وعلا ورسوله الحلم والأناه فسأل الرجل هل هاتان الخصلتان جبلا الله عليها فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن الحال كذلك أي جبله الله جل وعلا على هاتين الخصلتين الحميدتين فإذن يجب على المسلمين أن يتأسوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم وأن يكتدوا به وأن يتبعوه وأن يتحلوا بأخلاقه العظيمة وصفاته الكريمة وخلاله الحميدة وأن يتحلوا في فعلها وفي إتيانها وفي جلبها وفي حفظها والمحافظة عليها وفي التعامل بها وفي ترجمتها في واقع الحياة وأن يكتدوا به صلى الله عليه وسلم وأن يتأسوا به في الامتناء عن الأخلاق القبيحة وفي الابتعاد عنها وفي تركها واجتنابها ومعالجتها إن وجدت جبلة أو طرأت من عمل الشيطان أو من كسب الإنسان الذي هو مبني على غرائز وعلى نزغات الشيطان وخلوقه صلى الله عليه وسلم كله حميد وكله عظيم وقد شهد له ربه الكريم بذلك فقال جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم وشهدت له أم المؤمنين زوجه والزوجة أعلم بأحوال زوجها لأن الرجل في خارج الدار قد يكون منه تحل بالأخلاق العظيمة قد يكون متحليا بالأخلاق الطيبة المباركة العظيمة الحميدة إما حرصا منه على أن يظهر بالمظهر اللائق ونحو ذلك وإما يدخله التصنع وإما يدخله غير ذلك من الأسباب لكن قد جرى الطبع في البشر أن الرجل إذا خلى بنفسه في داره مع أهله زوجته ونحو ذلك من صغار من أولاد وخدم ونحوهم قد لا يتحرز كثيرا عن الأخلاق الرديئة فإذا لم تظهر أخلاق الرديئة فمعنى ذلك أنه جبل واصطفية على الأخلاق الحميدة وهذا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جبله الله على الخلق العظيم واصطفاه على الخلق العظيم وهيأه ووفقه وأعانه وسدده وأكرمه بالأخلاق العظيمة والخلال الحميدة في كل أحواله صلى الله عليه وسلم حتى في بيته ومع أهله وفي خلوته فضلا أن يكون بين أصحابه ومع عامة الناس وقد كان مع الصغير والكبير ومع الضعيف والقوي ومع الفقير والغني ومع العبد والسيد ومع الزوجة ومع الرفيق ومع الصاحب ومع الرئيس والمرؤوس ومع طبقات الناس كلها كان على خلق عظيم صلى الله عليه وسلم كان على خلال حميدة فهذه أم المؤمنين تشهد له زوجه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أم المؤمنين رضي الله عنها تشهد له أن خلقه القرآن وهذه زوجته وهكذا خادمه أنس الذي خدمه وهو في العاشرة من عمره وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وربما لم يتجاوز خادمه أنس رضي الله عنه الحادية بل ربما لم يستكمل الحادية والعشرين من عمره يشهد وهو الصبي الخادم ومعلوم ماذا يكون من الصبي ومعلوم ماذا يكون من الخادم من الأحوال والطباع والتصرفات والأسيما وهو يخدم نبي الله صلى الله عليه وسلم فقد شهد أنس هذا الخادم الصبي شهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصحابي الكريم رضي الله عنه وأرضاه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلقا وأنعم بها من شهادة خارجة من داخل البيت ومن حال ربما يتخفف بعض الناس يتخفف ولا يتحرز إذا كان مع عبده أو مملوكه أو خادمه أو أجيره أو زوجته أو نحو ذلك ربما لا يتحرز من بعض الأخلاق وبعض الصفات التي تكون مجبورة التي قد جبل عليها وتكون مطوية من طوية عليها نفسه مطوية في خلاله ربما إذا لم يهذبها بالأخلاق الطيبة وبالعلم وبالتخلق بالخلق الحسن وبمجاهدة النفس على الأخلاق الحسنة والخلال الحميدة والصفات الطيبة المباركة لربما ظهرت ولو عفوية لأنها جبلة منطوية عليها نفسه مليعة بها سريرته ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لأن ظاهره وباطنه وسر سريرته وعلانيته وسره وجهره كله خلق عظيم وكله ترجمة لكتاب الله جل وعلا الذي تضمن الأخلاق العظيمة والخلال الحميدة والخصال المباركة الطيبة أمرا بها وامتثالا ونهى عن الأخلاق الرديعة والخلال القبيحة ولهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالجود ووصف بالكرم ووصف بالرحمة ووصف بالحلم ووصف بالأناه ووصف بالتواضع ووصف بالوفاء بالعهود ووصف بالشجاعة ووصف بكل خصلة حسنة وخلق كريم وهذا ما ترجمه صلى الله عليه وسلم ونقله عنه أصحابه ومن عاشره على اختلاف أحوالهم وطبقاتهم وأعمارهم وسنهم وعلاقتهم به صلى الله عليه وسلم وعلمهم وتعلمهم وعقولهم أو نقص عقولهم أو نحو ذلك من صغير أو سفيه أو خادم أو كذا وكذا إلى آخره من طبقات الناس التي تعامل معهم صلى الله عليه وسلم بل قد شهد له أعداؤه بذلك بل قد كان مجبول على هذه الأخلاق العظيمة طبعه الله عليها وجعلها غرائز كامنة في نفسه فقد كان قبل الجاهلية يعرف بالصادق الأمين يعرف عند قريش وعند غيرها ممن عرفه وخالطه في سفر أو حذر في تجارة أو رعي ماشية أو غير ذلك أو في بيته أو في أحواله كلها كان قبل الجاهلية كما كان بعد الجاهلية في عهد الإسلام كان على خلق عظيم كان خلقه القرآن قبل أن يوحى إليه مما اصطفاه الله عليه وجبله عليه وطبعه عليه وغرزه في نفسه من كريم الخلال ومحاصن الأخلاق فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين وفي الختام أشكر معالي أخي الأستاذ الدكتور عبد الرحمن السديس رئيس شؤون الحرم المكي والحرم المدني على ما يقوم به من الإشراف على هذه البرامج والتوجيهات السديدة التي فيها التوعية والحرص على تعليم الناس العقيدة الصحيحة والأخلاق القويمة والشريعة السمحة ثم كذلك أشكر الإخوة القائمين على التنفيذ في هذا البرنامج وأشكر الإخوة المستمعين والمشاهدين لذلك وفق الله الجميع لكل خير وأعاننا على كل بر وصلاح وأسأله التوفيق والسداد لنا ولجميع المسلمين وشكر الله لولاة أمرنا على ما يقدمونه لخدمة الحرمين الشريفين وللحجيج والزائرين والمعتمرين ولجميع المسلمين شكر الله لهم ووفقهم وكتب أجرهم وأعانهم وأصلح بهم الأحوال والبلاد والعباد والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اشتركوا في القناة